نواصل مع شرح المسألة الثانية بالنسبة للمحور الرابع في هذه المسألة معطى عندنا سلايدر كرانك مكانيزم في مكانيزم انجين المعطياتك الآتي الكرانك طولها CB تساوي 100 مليمتر الكونيكتين جروت بي اي تساوي 300 مليمتر السنتراف جرافيتي الجي هذا موجود على مسافة 100 مليمتر من النقطة بي يعني ثلث المسافة A B اللي هي 300 مليمتر ايضا معطى معانا في هذه البوزيشن اللي هي على 120 درجة من الانر ديت بوزيشن على نقطة مركز الدوران C 120 درجة معطى سرعة الدوران اللي هي 75 ريديانز بر سيكند والأكسليريشن أنجلر أكسليريشن للكرانك تساوي 1200 ريديانز بر سيكند سيكوير المطلوب كالآتي في الجزء الأول مطلوب حساب سرعة النقطة G وسرعة الدوران بالنسبة للكونيكتين جروت A B أما في الجزء الثاني فمطلوب التسارع في النقطة G وأيضا الأنجلر أكسليريشن التسارع الدائري بالنسبة للكونيكتين جروت A B المعطيات مثل ما بينا نقوم في البداية بحساب السرعة الخطية للنقطة B اللي هي تساوي سرعة الدوران WBC معطى 75 ريديانز بر سيكند ضرب المسافة أو طول الكرانك CB اللي هي 0.1 ميتر نتحصل في الأخير أنه السرعة الخطية للنقطة B تساوي 7.5 ميتر بر سيكند وهي عمودية على البي سي أيضا من المعطيات هي الأنجلر أكسليريشن اللي هي الألفا بي سي تساوي 1200 ريديانز بر سيكند وهذا ما يمكننا من حساب التنجنشل كومبونت of the acceleration of the crank BC تساوي للألفا بي سي ضرب المسافة أو طول الكرانك CB يساوي 120 ميتر بر سيكند سكوير بالنسبة لسرعة النقطة G والأنجلر فيلرسيتي بالنسبة للكونيكتين جروت أول خطوة نرسم الاسبيس دياجرام حسب سكيل محدد ثم بعد ذلك نتبع الخطوات لرسمة الـ velocity diagram كالأتي هذه رسمة الـ space diagram ثم نتبع الخطوات لرسمة الـ velocity diagram الخطوة الأولى هي رسمة الفكتور CB لأنه يرمز في الحقيقة إلى السرعة الخطية للنقطة B كما حسبناها 7.5 ميتر بير سيكند نعود هنا إلى الـ velocity diagram نرسم نحدد نقطة C والنقطة B عمودي على ماذا هذا الخط CB عمودي على الـ CB في الـ space diagram بقيمة ماذا؟ بقيمة VB اللي حسبناها 7.5 ميتر بير سيكند الخطوة الثانية من النقطة B نرسم الفكتور B A اللي هو في الحقيقة يرمز إلى velocity of A with respect to O V A عفوا with respect to B V A B كيف راح تكون هنا؟ عمودي على الـ A B في الـ space diagram نرسم الخط هذا يمر من النقطة B طبعا لسه ما نعرف قيمة الـ A B بس نرسم هذا الخط عمودي على الـ A B في الـ space diagram ثم بعد ذلك من النقطة C نرسم الفكتور C A اللي هو موازي لمسار السلايدر اللي هو A هنا السلايدر يعمل حركة خطية مستقيمة فنرسم من النقطة C نرسم خط مستقيم يمر من السي موازي لمسار السلايدر الاثنين يتقاطعون في ماذا؟ يتقاطعون في النقطة A أول ما حددنا النقطة A يصير سهل علينا إنه إيش نربط الـ B بالـ A اللي هي سرعة الـ A-B سرعة الـ A بنسبة لـ B اللي هو الفكتور A-B وهنا بين النقطة C و A الـ V A اللي هي في الحقيقة المسافة C A حسب scale محدد بعدين نحتاج سرعة النقطة G كيف نجيبها؟ نحن نعرف إنه النقطة G هذه موجودة على مسافة 100 مليمتر من النقطة B على الـ Space Diagram يعني هنا النقطة G هذه موجودة على 100 مليمتر يعني ثلث المسافة A-B الـ G-B في الحقيقة تساوي الـ A-B على ثلاثة بنفس الـ Ratio نرسم هنا على الـ Velocity Diagram ماذا؟ نرسم إنه الـ B-G تساوي ماذا؟ تساوي الـ A-B فيكتور تقسيم ماذا؟ تقسيم ثلاثة حددنا مكانها هنا الجي نربط الـ C بالنقطة G ماذا سيكون هذا الفكتور؟ الـ Vector C-G يساوي ماذا؟ يساوي في الحقيقة الـ Velocity للنقطة G By measurement من الـ Velocity Diagram we can find the velocity of G اللي هي في الحقيقة تساوي ماذا؟ المسافة Vector C-G تساوي 6.8 ميتر per second من الـ Velocity Diagram أيضا من الممكن by measurement تحديد قيمة الـ Velocity of A with respect to B Vector B-A وهو يساوي 4 ميتر per second الـ Velocity الـ Angular Velocity بالنسبة للConnecting Road هي ماذا؟ هي الـ W-A-B حسب القانون تساوي V-A-B تقسيم الـ B-A مسافة على الـ Space Diagram يساوي ماذا؟ يساوي 13.3 radians per second clockwise وسiga الـ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة